السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية نزولا عند طلب متتبعي قناتنا التعليمية قمنا بإعداد هذا الفيديو حول الوصف وصف دب ووصف نهر وصف دب من صفات الدب الذيل القصير ودقة حاسة الشم والسمع ومخالبه خمسة غير قابلة للارتداد وفراؤه طويل أشعت وكثيف للدببة أجساد ضخمة بالإضافة إلى قوائم قوية تمكنها من الوقوف المعتدل كما تمتلك أكفا عريضة وأذنين مستذيرتين يستخدم الدب أسنانه للدفاع عن النفس وكأدوات حيث يختلف استعمالها بحسب حمية الدب وتستخدم المخالب للتمزيق والحفر والإمساك يظن بأن الدببة السوداء كما غيرها من الفصائل تقدر على تمييز الألوان مما يساعدها على التعرف على الفاكهة تمتلك الدببة من 32 إلى 42 سنًا بحسب الفصيلة التي تنتمي إليها ولا تعد هذه الأسنان مختصة في قتل الفرائس كما في أسنان الصنوريات تعتبر أنياب الدببة أصغر حجما من أنياب اللواحم الأخرى التي تظهر أنيابها طويلة وحادة ومتخصصة في قتل الطرائد وعوضا عن ذلك فإنها تستخدمها للدفاع عن النفس وكأدوات تكون أدراس الدب الطاحنة عريضة ومسطحة وتستخدم تمزيق وطحن المواد النباتية وتحويلها إلى قطع صغيرة الوصف الثاني وهو وصف نهر واخترنا نهر أم الربيع النهر المغربي نهر أم الربيع ينبع نهر أم الربيع من جبال الأطلس المتوسط على ارتفاع 1800 متر على بعد 26 كم من مدينة مريلت و40 كم من مدينة خنيفرة ويجري نحو الجنوب الغربي في مجرى عميق سريع حتى مدينة خنيفرة ثم يدخل بعدها سهل تدلى حيث يرفضه فيه عن يساره نهر العبيد كما يرفضه بعده وعن يساره أيضا النهر المؤلف من وادي السود والوادي الأخضر وبعد ذلك يغير النهر اتجاهه حيث يتجه نحو الشمال الغربي مشكيا الحدود بين سهلي الشاوية في الشمال ودكال في الجنوب ليصب بعد ذلك في المحيط الأطلسي بمدينة أزمور حيث يكون شاطئه الأيمن منخفضا رمليا بينما يكون شاطئه الأيصر صخري أي يكون شاطئه الأيصر صخريا مما يجعل إقامة ميناء عند مصبه أمرا متعذرا وتؤثر موجة المد فيه حتى مسافة 18 كم بدءا من مصبه وشكرا جزيلا لكم وبالتوفيق لكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر